نفذت وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المرابطة في قطاع هجار باب غلق جنوبية منطقة العود عملية هجومية استباقية على مواقع حوثية حيث قامت وحدات من قوات الحزام الأمني بتنفيذ عملية هجومية أوقعت عددا من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح بعد مباغتتها لمجامع حوثية كانت تتحضر لشن هجوم في ساعات الفجر على مواقع القوات المشتركة لتدور بعدها مواجهات أجبرت فيها عناصر الميليشيات على الانكسار مثقلة بخسائرها الباشرية والمادية